لكل صورة من صور القرآن الكريم أسرار وفضائل وهو هدى ورحمة للمؤمنين وتحث المؤمن على حفظها والارتباط الوثيق بها ومن ذلك صورة الرحمن فهي قلوب المؤمنين كدائما مرتبطين بهذه الصورة لما فيها من الفضائل والأسرار العجيبة وهذه الصورة هي صورة عدد آياتها 77 آية وهي نزلت بعد صورة الرعد مباشرة ولكن في الترتيب المصحفي بعد صورة القمر وهذه الصورة من الصور التي ذهب جمهور الصحابة والتابعين أنها صورة مكية ذهب بعض الصحابة كذلك أنها مدنية أو أنها صورة مدنية ولكن ذهب العلماء ورجحوا القول الأول أنها صورة مكية خاصة أن سمات هذه الصورة من أولها إلى آخرها تحوي سمات العهد المكي وأنها كانت فيها كثير من الدلائل وكان يغلب عليها الأدلة على الوحدانية الله عز وجل على المقارنة بين حسن العاقبة للأخيار وسوء كذلك بالمقابل سوء الأشرار أو عاقبة الأشرار وفيها أيضا بعض الآيات التي يصل فيها الإنسان والمؤمن إلى أن تطمئن نفسه ويعرف أنه إذا انتهج نهج الله عز وجل وما أمره الله سبحانه وتعالى وما أمره رسوله الكريم فهو في النهج الصحيح فلذلك يعني العلماء رجحوا أنها صورة مكية نعم دكتورة كما ذكرت بأن عدد آيات سورة الرحمن تحتوي على 78 آية قرآنية إذن دكتورة ما هو سبب نزول هذه السورة ولماذا سميت بسورة الرحمن ذكر أهل العلم بأن من أسباب نزول هذه السورة نعم أنها ردا على من ذكر في سورة الفرقان عندما نزل قوله تعالى وإذا قيل لهم السجد للرحمن قالوا وما الرحمن وأيضا ورد في سبب نزولها أن كان في الرحمن ألم القرآن ردا على من كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقرأ القرآن على قريش وأهلها قالوا إنما يعلمه بشر فاعتبروا أن هذا تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من بشر أو أنه من كاهن أو أن هذا الكلام فيه من أساطير الأولين إلى غير ذلك من التهمة التي تهم بها القرآن الكريم وهي باطلة جميعا فنزلت هذه الصورة فقال الرحمن علم القرآن أي أن الرحمن هو الذي علم نبيه القرآن نعم أما سبب تسميتها فلأنه ابتدأت وافتتحت باسمه الجليل الرحمن وهذا الاسم لا يصح حقيقة إلا أن يذكر في حق الله عز وجل فنستطيع أن نقول مثلا فلان رحيم عزيئة أو مثلا فلان حكيم إلى غير ذلك لكن الرسول وصف أيضا بأنه رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولكن الرحمن فهذه مبالغة في الرحمة ولا تصح إلا في حق الله عز وجل